اشتركوا في القناة في مباراة سيرا اليون والإعلامة الكاملة بست نقاط بداية قوية جدا لمنتخب مصر ولكن طبعاً احنا هنا بشكل رئيسي هو مش بشكل رئيسي والحقيقة اعتقد دي مهمة كل الإعلامة الرياضي آنكت انتمائته آنكت يعني أهدافه بقى ترند قصة كلها في المنتخب مرتبطة بنجاح منتخب مصر مفيش حد ممكن يختلف على فكرة انه كلنا نفسينا نشوف منتخب مصر في أفضل مكانة كلنا نفسينا نشوف منتخب مصر بيرجع للتتويق بأمم أفريقيا وكلنا نفسينا نشوف المنتخب مش بس في كاس العالم بيشارك لأنه المشاركة في حد ذاتها في الظروف اللي احنا فيها ومع المنافسين اللي معنا في المجموعة تقريباً تذكرة شبه مضمونة لكن نفسينا كمان المنتخب يعمل حاجة في كاس العالم ويظهر بشكل يليق بالكرة المصرية دي اهتماماتنا ودي الأرضية المشتركة اللي احنا وقفين عليها مهما كانت اختلافاتنا في أي موضوعات تانية كلمتين فودن فيتوريا يعني يمكن الكلام ده ما يعجبش ناس كتير لكن الحقيقة على مستوى الأداء أنا مش راضي الحقيقة على المطشين أو خلينا نقول على المطش التاني تحديداً مع سيراليون بالنسبة لي نقوص خطر بالنسبة لي في حاجات كتير غلط في المنتخب سواء في التوظيف سواء في الاختيارات مع كامل التقدير والاحترام لفيتوريا وأنه هو ليه مطلق الصلاحيات وأنه هو المسؤول الأول والأخير كل ده طبعاً ما قدرش أتكلم فيه لكن خلينا نحط ايدينا على الأخطاء بدري بدري عشان احنا رايحين للمعركة الكبرى المستوى المكسب يمكن يكون غطى على الأداء لكن الأداء ما كانش الأفضل على كل أحوال إما بئيس بئيس على منتخب كمان شهر تقريباً هيلعب بطولة أهم أفريقيا اللي المفروض يعني وإحنا رايحين رايحين ننفس على لقابها هيقابل مستويات مختلفة تماماً هيقابل لعيبة في حتة تانية خالص فبالتالي وما عندكش فرصة للاحتكاك ولا للمعسكرات اللهم توقف دولي واحد في شهر ديسمبر ممكن يتخلى له مباراة ودية ما أعتقدش إنها هتبقى المباراة اللي بتصنع الفرق يعني ففي النهاية إحنا عندنا مشاكل كتير جداً علينا إن إحنا نتعامل معها ومش معنى إنه فيه لعيب مميز في الدولي المصري إنه بالضرورة يبقى موجود في المنتخب المنتخب والمنافسة على المستوى الدولي قصة غير وهنتكلم في ده بالتفصيل النهاردة وهدفنا نجاح فيتوريا ونجاح منتخبنا إن شاء الله فيما هو قادم وفيما هو قاتل ترجمة نانسي قنقر